بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نتناول في هذا الفيديو التعبير الكتابي كتابة خبر صحفي نتعلم بإذن الله كيف نكتب خبرا صحفيا إزاي تكتب خبر في جريدة في صحيفة وهكذا إزاي تكتبوا نعرف العناصر بتاعته كاملة وسوف نكون بحل التدريبات كاملة على هذا الدرس وقبل ذلك سوف نطبق من خلال نموذج تطبيقي وده طبعا شيء مهم جدا تابع مع الفيديو حتى النهاية هيا بنا نبدأ ولكن كالعادة أذكرك بالإعجاب والمشاركة لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته مع الآخرين لن تخسر شيئا ولكن سوف يعني تفيد الآخرين بكل تأكيد الخبر الصحفي هو عبارة عن نص مكتوب نص مكتوب يتضمن إباء معلومات وحقائق أو هو نقل المعلومات والحقائق الجديدة والقريبة الحدوث يعني غالبا الخبر بيكون حدث منذ فترة قريبة خبر جديد ويكون ذلك من خلال بننقله أو بننشره فين من خلال وسيلة ورقية تتنشر على الورق كالجرائد والمجلات الصحف أو وسيلة إلكترونية كالقنوات الفضائية والإنترنت خلاص يبقى إذن الأخبار إما أن تنشر فيه جرائد ورقية هتروح كده عن البيع اللي بيبيع الجرائد وتشتري منه يبقى إذن دي ورقية أو بتدخل على النت بتدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة وهكذا فبتجد طبعا الكثير من الأخبار يبقى من خلال وسيلة إلكترونية يتصف طبعا الخبر يتصف بالمصداقية والموضوعية ده المفروض يتصف هذا الخبر بالمصداقية والموضوعية يعني يكون الخبر صادق ما يكونش فيه إيش عاية ما يكونش كاذب هذلك الموضوعية لازم الخبر يعني لا يحمل أو لا يعبر عن رأي صاحبة يعني إنه هو بيكون فيه موضوعية فيه يعني عدم تحيز هو بينقل الخبر كما هو زي ما حدث ما بيدخلش ما بيقولش رأيه فلا يحمل رأينا الخبر لا يحمل رأينا عندما نكتبه لا يحمل رأينا ما تقولش رأيك أو وجهات نظرنا ده طبيعة الخبر الصحفي احنا هنا مش بنكتب تعبير كتابي عن كتابة الرأي او التعبير عن الرأي لا احنا بننقل خبر صحفي كما هو كما حدث فبالتالي فلا يحمل رأينا او وجهات نظرنا بل يهتم بسرد الحدث الرئيسي او الرئيس كما هو خلاص بننقله كما هو إبا هذا باختصار هو التعريف أتمنى نكون يعني وصلك المعنى بكل بساطة كما نرى في هذه الجريدة جريدة الوطن تقريبا هي جريدة يعني قطرية وهنا كان في ذكرى افتتاح او كان في يوم افتتاح كأس العالم فيفا قطر عشرين وعشرين بكلمة معبرة صاحب السمو يقول من بلاد العرب رحبوا بالايه بالجميع ومترجمها ايضا في الصفحة الاولى ننتقل بعد ذلك الى مخطط كتابة الخبر الصحفي ما هي العناصر حتى يكون الخبر الصحفي متكاملا لابد من توفر هذه العناصر هيا بنا نشرحها بإيجاز العنصر الاول معنا هو العنوان العنوان نبدأ به ولابد ان يكون ايه جذابا ثم بعد ذلك مقدمة توضح محتوى الخبر كذلك مكان الخبر لابد ان نحدد مكان الخبر بنسأل عنه باين بعد ذلك بنسأل بمتى فبنحدد وقت الخبر او زمن الخبر ايضا لابد ان يحتوي الخبر على صورة تكون مناسبة لمحتوى الايه الخبر يعني هذا هو الايه الافضل تحتوي على صورة تكون مناسبة لمحتوى الايه الخبر وهذه الصورة تكون مصحوبة بايه بتعليق تعليق على هذه الصورة الايه المرفقة كذلك لابد من ماذا حدث بقى السؤال ماذا حدث لو محتوى الخبر ده محتوى الخبر من خلال كتابة الحقائق والمعلومات كما ذكرنا التي ذكرت على لسان المتحدثين يعني ننقل الخبر والحدث الرئيسي كما هو بعد ذلك مصدر الخبر بنكتب في نهاية مصدر هذا الخبر يعني ما نقول من أنهي جريدة أو من صحيفة ماذا أيضا من نابد أن نكتب الأشخاص الأشخاص أبرز المشاركين في الحدث أبرز الحاضرين في هذا الحدث إبقى إذن كانت هذه هي عناصر ومكونات الخبر الصحفي إبقى إذن مرة أخرى أولا العنوان العنوان لابد أن يكون معبرا وجذابا معبرا على المحتوى ويكون جاذبا للقارئ مشوقة له يكون طبعا قصير يكون قصير ويكون موجز باختصار بعد ذلك لابد من تحديد المقدمة وكذلك تحديد المكان وهذا يجيب عن سؤال أين وقع هذا الحدث أين وقعه بعد ذلك الوقت أو الزمن أو الزمان وهو يجيب عن سؤال متى وقع هذا الحدث كذلك لابد أن تشتمل على صورة وتعليق لماذا؟ كأن هذا يجيب عن سؤال ما دليل على صدق هذا الخبر إبقى إذن الصورة والتعليق بيكون دليل على صدق هذا الخبر من ضمن دلائل يعني كذلك لابد أن نذكر مصدر الخبر المصدر يجيب عن سؤال يعني كما كنا هنا أين وقع الحدث؟ هنا مثلاً أين قرأته؟ أين قرأت الحدث؟ أين قرأته؟ أين سمعته؟ أين وجدت هذا الخبر؟ إبقى إذن نذكر مصدر الخبر كذلك المحتويات محتوى الخبر الحقائق والأحداث والمعلومات وهذا يجيب عن سؤال ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ وأيضاً يجيب عن سؤال آخر لماذا حدث؟ بهو يجيب عن سؤالين ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ هذا هو محتوى إيه؟ الخبر إبقى إذن نتحدث عن الأسباب عن أولاً الأحداث والمعلومات وكذلك عن الأسباب أسباب وقع هذا إيه؟ الحدث ثم بعد ذلك أخيرا هنا الخاتمة وهي تجتمل على توصيات أو توقعات مستقبلية إذن هذه هي الخاتمة خاتمة الخبر الصحفي فإما وبتجتمل أيضا أحيانا على تلخيص للخبر السابق أو ربط هذا الخبر بخبر آخر بعد ذلك وتوصيات للقارئ توصيات بعد وقوع هذا الحدث وتوقعات مستقبلية يعني من المتوقع أن تتأثر هذه الحالة مثلا نشرنا خبر مثلا عن فيروس مثلا كورونا إذن في نهاية الخبر بنذكر توقعات بقى لما سوف يحدث تأثير هذا مثلا الحدث على الاقتصاد وهكذا بإذن في الخاتمة نتناول تلخيص ربط لأحداث أخرى توصيات توقعات مستقبلية وأهم النصائح كل هذا في الخاتمة أظن أننا يعني وفينا هذه العناصر إيه حقها بعد ذلك لا تنسى الالتزام بعدد الكلمات يعني يقول لك ما سأكتب من خمسين لسبعين كلمة أو من مية وهكذا مية للمية وخمسين تسلسل الفكر ووضوح الهدف أيضا كذلك الأساليب والتعبيرات المدائمة الخط الجميل أكتب بخط جميل الإملاء والنحو أيضا الصحية وعلامات الترقيم كذلك ننتقل الآن إلى شيء مهم جدا معنا وهو النموذج التطبيقي على ما ذكرناه إحنا ذكرنا طبعا أن العناصر هذه العناصر ولكنها ضمن مقال أو ضمن خبر صحفي فعلها المصريون مباراة صعبة وحاسمة إذن هذا هو العنوان كما اتفقنا هو موجز وأيضا جذاب للقارئ ماذا فعلوا؟ ما هي المباراة؟ بإذن هو مشوق للقارئ وجاذب إله انطلقت أحداث مباراة مصر والكاميرون يوم الأحد الساعة السادسة مساء بإذن تحديد المكان وكذلك هنا تحديد الحدث نفسه وكذلك تحديد الزمان في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدد من جماهير المنتخى بين يقارب الخمسين ألف مشجع باستاد أكراء الرياضي بإيب غانا بإذن تحديد هنا الزمان وهنا أيضا المكان كانت الأجواء حماسية جدا حيث تعالت هتافات الجماهير واشتدت الهجمات من الفريقين كما أن قرارات الحكم كانت سليمة جدا كان يمنع المشاجرات بين الفريقين ليحافظ على الشكل الجيد المباراة انتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف واحد دون رد احتفلت الجماهير المصرية في المدرجات بفوز المنتخبين تصافح الفريقين بكل روح رياضية ورفع المنتخب الكأس وسط الفرحة العارمة إذن كل هذه الأحداث الأحداث التي حدثت والحقائق معلومات وختاما أعرب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن سعادته بالأجواء وأوصل جماهير واللاعبين بالالتزام بالقواعد جائما لأن رياضة قواعد وأخلاق هنا طبعا المصدر جريدة للأخبار هنا الصورة والتعليق صورة جماعية للمنتخب بعد الفوز المصري أو فرحة الفوز أو فرحة الانتصار وهكذا إذن بعد قراءة هذا النموذج التطبيقي السابق أجب الخبر السابق طبعا هو خبر رياضي خبر رياضي كمان الواحد قد يأتي أنواع أخرى للمعلومات هناك أنواع أخرى لخبر قد يكون الخبر اقتصادي خاص بالأموال والاقتصاد وهكذا قد يكون خبر سياسي أو ثقافي أو اجتماعي بإذن هذه بعض الأنواع للخبر طيب ما العنوان كما ذكرنا مباراة صعبة وحاسبة مكان الخبر كما كنا استاد أكرابي بغانا طيب أين الوقت؟ الوقت هو كان يوم الأحد الساعة السادسة مساء طيب التعليق على أسطورة المرفقة التعليق ما ذكرنا أو ممكن مثلا نكتب فعلها المصريون بعد ذلك مصدر الخبر كما كنا جريدة الأخبار الأشخاص أين الأشخاص؟ كما نلاحظ ذكر عدد من الأشخاص رئيس الاتحاد الأفريقي لقرة القدم عدد من جماهير المنتخبين كذلك اللاعبين كذلك اللاعبين بعد ذلك التوصيات والتوقعات المستقبلية ما هي التوصيات؟ أوصى طبعا رئيس الاتحاد الأفريقي أوصى بماذا؟ بالتزام بالقواعد دائما لأن الرياضة قواعد وأخلاق ننتقل الآن إلى حل هذه الأنشطة أنشطة وتدريبات وأسئلة شاملة على هذا التعبير الكتابي كتابة خبر صحفي أسئلة وأنشطة مهمة تابعة معه حتى تفهمها أكثر النشاط الأول اقرأ الخبر الصحفي الذي أمامك ثم أكمل التحليل الذي يليه فرحة الأطفال والأسر حفل يوم اليتيم حفل يوم اليتيم طيب هنا يمكن أن نأخذ هذا العنوان الأول فرحة الأطفال والأسر كتعليق على هذه الصورة هنا صورة هي من ضمن العناصر طيب حفل يوم اليتيم هذا هو العنوان هذا هو عنوان الخبر أقيم يوم الأحد الماضي في الساعة العاشرة صباحا هذا هو الوقت وقت أو زمان الخبر حفل للأيتام بالقرية الفرعونية هذا هو المكان بهدف ما الهدف منه إدخال السرور على كلبهم وجذبهم للمشاركة بفاعلية ونشاط في مجتمعهم بحضور عدد كبير من الأسر طبعا هؤلاء هم الأشخاص عدد كبير من الأسر وشباب وبنات الجامعات هؤلاء هم الأشخاص كان برنامج الحفل رائعا جدا وملئا بالعديد من الفقرات والأنشطة المثيرة مثل السرك والرسم على الوجه والغناء والألعاب الرياضية والمسابقات ارتداء الأقنعة أقنعة الشخصيات المشهورة وكانت أهم فكرة هي فكرة المواهب التي عبر فيها كل طفل عن موهبته التي يمتلكها قد فرح الأطفال جدا بهذه الفكرات والأنشطة وأحبوا كل الضيوف الحاضرين طبعا ضلبت ضيوف من الأشخاص والتقطوا الصور التذكيرية معهم وتبادلوا الحديث واستمر الحفل لعدة ساعات بردان من ضمن الزمن وختاما شكره هدب الخاتمي شكره منظم الحفل كل الحاضرين ودعاهم للاهتمام بزيارة ومشاركة الأطفال اليتامة دائما ومساعدتهم دعاهم هدب الاقتراحات أو للتوصيات في نهاية الخبر إذن هذه هي التوصيات والإيه التوقعي وقت الخبر كما قلنا يوم الأحد الماضي في الساعة العاشرة صباحا التعليق أصفل الصورة فرحة الأطفال والإيه والأسر المكان هو القرية الفرعونية والعنوان حفل يوم اليتي مصدر الخبر مصدر الخبر يعني هو مش مذكور ولكن ممكن أن نكتب اسم إيه الجريدة طيب بعد ذلك الأشخاص الأسر وشباب وبنات الجامعات والتوصيات والتوقعات ذكرناها هنا في السطر الأخير ننتقل إلى النشاط الثاني بالاستعانة بالبطاقات التي أمامك أكتب خبر صحفيا لأحد المؤتمرات هنا مثلا هذا هو العنوان العنوان في وسط الخبر في البداية في وسط السطر مؤتمر صحفي لتوضيح كيفية مواجهة الأمراض الحالية ثم نبدأ بعد ذلك البداية نقول مثلا أقيمة أو يعني بدأت وزارة الصحة در الصحة يوم السبت الماضي في الساعة الخامسة أقيمة أو أقامت وزارة الصحة مؤتمرا طبعا مؤتمرا صحفيا وبدأت فعاليات هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح كيفية مواجهة الأمراض الحالية الحالية بعد ذلك نقول وقد عقد هذا المؤتمر بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ وقد حضره حضر هذا المؤتمر وزير الصحة ولفيف من الأطباء والعلماء والصحفيين وقد عقد بقاعة المؤتمرات كما كنا بعد ذلك نبدأ ونقول وقد وضح الأطباء في هذا المؤتمر والعلماء وضحوا ترائق الوقاية من الأمراض ونكمل في هذا أكثر شيء طبعا بيكون هو الخبر أو الحدث نفسه اللي هي محتويات الخبر لحقائق والأحداث فكما كنا يجيب عن سؤالين ماذا حدث ولماذا إيه حدثت فبيكون أكثر الكلام في موضوع اللي هي محتويات الخبر طيب بعد ذلك وقد في البداية ختاما أوصى وزير الصحة أوصى المواطنين ودعاهم إلى المشاركة الجادة للخروج من الأزمة بسلام ثم في النهاية نكتب هنا طبعا مصدر الخبر في الجانب الأيسر نكتب هنا جريدة الأهرام هذا بكل بساطة النشاط السادسي يعني على هذا المنوال من خلال النماذج السابقة التي ذكرناها تكون بكتابة هذا النشاط طول عباء من صديق الله كتابة خبر صحفي عن حفل تكريم الأوائل بمدرسته فهتكتب عنوان كده هتكتب عنوان حفل تكريم الأوائل بمدرسة كذا وسألك عن مكوناته مكونات طبعا الخبر ذكرناها ساعده وارسم له مخططا هو عايز بس مخطط لمكونات الخبر الصحفي ذكرناها في الصفحة الأولى كذلك هنا في النشاط الرابع بنفس الطريقة اكتب خبرا صحفيا عن ندوة ندوة طرائق الوقاية من الأمراض المعدية يعني شبيه بالخبر الذي ذكرناه عن وزارة الصحة ولكن هي كان مؤتمر هنا ندوة ندوة للتعريف فيها يعني معلومات للتعريف بالوقاية من الأمراض المعدية وعقدتها مدرستك الأسبوع الماضي فها تكتب ندوة للتوعية بترائق الوقاية من الأمراض المعدية مرعين كل عناصر على أن يتراوح على الكلمات من خمسين إلى مائة كلمة بنفس الطريقة والعناصر السابقة أيضا هنا في النشاط الخامس اكتب خبر صحفيا عن الحفل الذي أقامته مدرستك لتكريم فريق كرة القدم بالمدرسة تكتب كده في العنوان حفل تكريم حفل تكريم فريق كرة القدم بالمدرسة أو حفل المدرسة لتكريم فريق كرة القدم فاز بجائزة أحسن فريق على مستوى محافظة القدم هذا من ضمن محتويات الخبر من ضمن الأحداث مرعين كل عناصر على أن يتراوح عدد الكلمات من خمسين إلى مائة كلمة تكتبه في النهاية هنا تقييم بقى بطاقة تقييم ذاتي بتقييم نفسك من حيث هذه العناصر هنا يعني الأفضل لهو ألتزم دائما هل ألتزمت بهذه الأشياء أم لا أم اللي بعدها بقى الأقل منها ألتزم معظم الوقت أم بعض الوقت أم أخيرا هذا هو الأقل حاول أن ألتزم يجب أن تقيم ذاتك تقيم نفسك بكل صراحة حتى تطور من نفسك فلذلك هنا أعد كتابة النموذج مرة أخرى ثم صوب الأخطاء تابع معي في الفيديو التالي حل اختبار الأضواء حل هذا الاختبار الشامل والوافي على الموضوع الثاني الموضوع الثاني من المحور الرابع هذا اختبار شامل يعني على كل ما سبق دراسته في هذا الموضوع السام وطبعا مراجعة لكل ما درسناه أيضا يعني هو شامل نص الاستماع تعبير الكتابي كذلك القصة القصيرة والنص المعلوماتي والقواعد الإملائية والقواعد النحوية فيعني هو اختبار مهم جدا لا غنى عنه من أجل التدريب على الامتحانات النهائية تابعوا معي في الفيديو القادم بإذن الله في نهاية هذا الشرح التعبير الكتابي اتمنى انك تكون استفدت منه من الشرح ومن حل التدريبات اكتب لنا اذا استفدت منه اي معلومة واكتب لنا ايضا في التعليقات اذا كان لديك اي سؤال او استفسار وان كنت وصلت معنا حتى نهاية الفيديو حتى نهاية هذا الشرح شكرا لكم الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم